ده كان عن حسة التزوق أما عن حسة الشم وتمييز الروايح فالطفل بيظهر استجابة لبدء العمل بهذه الحسة من اليوم السادس إلى اليوم العاشر من بعد الولادة يعني حسة الشم بتبدأ تشتغل في التوقيت ده وطبعا ده بنلاحظه لما بنلاقي الطفل اللي لسه مولود يعني في الأيام الأولى دي ابتدى يعني بعد اليوم السادس يلتفت ناحية ثدي الأم وتلاقيهم يعني كده مغمضين على طول بيلتفد ناحية ثدي الأم في وقت الرضاعة وبيبدأ في وضع فمه على اللبن إذا كان نزل قطارات منه بجوار حلمة الثدي مثلا ونفس الشيء في الرضاعة الصناعية لما تلاقيه بنقرب منه الببرونا تلاقيه بتدى يوجه فمه ناحيتها واللي حصل أنه شم رحة اللبن سواء على ثدي ممتو على صدر ممتو أو في الببرونا وابتدى يتوجه إلى حيث الرائحة لكن طبعا في الرضاعة الصناعية بتبقى الحساسية دي أقل شوية اللي بتبقى وضحة أو في الرضاعة الطبيعية مع مرور الوقت هنلاقيه هنلاقي الطفل ده بيفضل الروايح الحلوة وكأنه شفت أنا عملت زي بياخد نفس عشان يستنشقها طبعا مش بياخد نفس كده يعني بس أصدي لو ركسته أو فيه أو في الحركة بتاعته هتلاقيه زي ما يكون بيستنشقها زي ما يكون بيشمها تمام؟ ودي بتبقى تحديدا بين أوي في روايح الحليب أو روايح اللبن يعني أو الفانيليا أو الموز طبعا دي تجارب مش للأكل لأن لسه الطفل ده صغير خالص ما بيعملش حاج غير أنه يرضع وهنلاقيه برضو في نفس العمر الصغير ده في الأسابيع الأولى وفي الشهور الأولى برضو هنلاقيه تجنب أو يتداي من روايح تانية خالص زي روايح الكحول أو روايح بعض العطور القوية وهنا أنا عايز أقول كلمة للأمات والأباء إن فيه أمات وأباء الحقيقة بيحبوا يحطوا عطور ودي حاجة جميلة على فكرة لكن خلوا بالكوا إن ممكن الحاجة اللي عجباكو دي أو النوع اللي عجبكو ده لحظوا بس رد فعل طفلك الصغير وأنتو شايلينه لو لقيتوا إنه ابتدى يودي وشه أو يدور وشه بعيدا عنكم ما تحطوش النوع ده من الروايح لأن دي بتبقى ريحة مزعجة بالنسباله حتى لو الريحة دي حلوة أو عجباكو بس ممكن تبقى قوية أو نفازة بمعنى أدق أما بالنسبة لتمييز الروايح فالإنسان بيكون قادر على تمييز 9000 نوع مختلف من الروايح طبعا حسة الشم بتضعف بسبب الاستخدام الطويل للأدوية اللي بتؤخذ عن طريق الأنف زي بعض النقط والبخخات وبرضو بتقل جدا بسبب أدخينة السجائر باختلاف أنواعها العلم قال إن الحواس خمسة هما السمع والبصر واللمس والتذوق والشم لكن ممكن القلوب والمشاعر تزود حسة سادسة وهي توقع الحب والاهتمام خلونا نخلي الحسة دي عند أطفالنا خلونا نزود عند أطفالنا الحسة السادسة دي لأن الفطرة الإنسانية بتؤكد إننا كلنا قادرين نوصل الحب والاهتمام لأطفالنا وأول ما نعمل كده هيبقى الطفل ساعة ما يبص لنا بس يتوقع مننا إن إحنا بنتحك في وشه إن إحنا هنحضنه إن إحنا هنطبطب عليه إن إحنا هنشيله إن إحنا هنعلمه حاجة جديدة إن إحنا هنمسك إيده وهكذا يبقى ممكن نضيف بقى في يحكى أن الحسة السادسة بس بتاعتنا إحنا